السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء السعادة عليكم ومساء الفل عليكم وكل سنة وانتوا طيبين علشان الموسم تعملت النبي عليه الصلاة والسلام وكل سنة وانتوا طيبين علشان الدراسة خلاص السبت اللي بعد الجاي او الحد اللي بعد الجاي ربنا يقويكم ويستركم ان شاء الله رب العالمين تعالوا النهاردة نعمل مع بعض شربة العدس شربة العدس من ألز الشربات اللي احنا ممكن نعملها ومن أبسط الشربات ومن أرخص الشربات اللي احنا ممكن نعملها مهما نعمل شربات ومهما نروح ومهما نيجي ومهما نبتكر لازم نرجع نحن تاني لشربة العتس هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة ومفعش اي حاجة وان شاء الله مش هتكون مكلفة قوي ونعمل ونقتصد على قد ما نقدر انا عندي هنا ربع كيلو من العتس مخسول ربع كيلو من العتس من اياه وغسله وزي الفل هركنه على جانب تعالوا نشوف احنا عايزين ايه عندي بصلاية بس انا نسيت احطها وبطاستاية واحدة وثلاث وحدات من الطماطم وجزراية وكان فص من الطوم كده تعالوا نبدأ على بركة الله وحنقول واحنا شغالين برضو احنا بنستخدم ايه وبنحط ايه اطاع الخضار بتاعك كده اربعة اربع زي ما انت شايف لو عندي الكوساية تحط الكوساية تستبدلها بالبطاستاية مفيش مشكلة او كوساية صغيرة قوي وبطاستاية صغيرة قوي زي ما انت عاوز اللي عادس بصراحة ربنا يعني سمنة بلدي حطيت معلقتين سمنة بلدي ونزلت بالبطاطس والبصل وارنش شطة الاخضر وكان فص من الطوم والجزراية ممكن نستبدل السمنة بزيت مفيش مشكلة ممكن نستبدلها بزبدة او معلقة زيت ومعلقة السمنة زي ما انت عاوزة خالص ارنش شطة الاخضر ده انا حطاها بس عشان ااخد فيدته واخد ايه الحلوة بتاعته كده ايه مع الخضار بتاعي هنا الطماطم انا قطعته دول ثلاث وحدات من الطماطم انا بحب احط طماطم كتير للعادس بتديله لون وفي نفس الوقت بتديله فايدة يمكن انا حطيت ثلاثة بس انا ممكن ممكن احط خمسة وستة وكنت عاملها معاك وقبل كده في طرق مختلفة وطرق تانية قبل الفيديو ده بس علشان نظرا لان الطماطم غالية فانا بحط معاكم حاجات ايه 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 اقتصادية صغيرة كده هقلب الخضار بتاعي كده واشوحه وحنزل عليه بفلفل اسود ربع معلقة من الفلفل الاسود وححط عليه بصوا زي ما انتو شايفين كده انا بحب اقطر الكمون بتاعي في العادس وبحط عليه حطيت معلقتين صغيرين من الكمون معلقتين صغيرين من بتاع الايس كريم وححط معلقة صغيرة من الكركم اخد فيديته واخد الريحة بتاعته واخد اللون بتاعه خلاص وحطيت ايه معلقة صغيرة خالص من الكزبرة النعمة وحنقلب ده كله لسه محطتش الملح انا هقلب بصوا بقى لون الكركم مع الطماطم بدأ ان هو يتفاعل كده مع الخضار وحنا بنقلبه نشوح كل ده كده مع بعض يدوب دقيقتين تلاتة مش اكتر من كده وانا موطية النار وحنزل ايه بقى بصوا حنزل بالعادس اللي انا غسله ومصفيه من المياه بتاعته اهو طريقة بسيطة على فكرة احنا لازم نعود ولادنا على اكلاتنا بتاعت زمان الجيل الجديد والاجيال الجديدة دي يعني مش متعودين قوي على اكلاتنا بتاعت زمان لازم نعودهم كويس قوي كل الخضار مع العادس كل دي فواية فواية للاكل البلدي بتاعنا كل دي فواية حلوة جدا بعد ما شوحتهم كده مع بعض تلات دقايق هجيب بقى ايه حطيت تلات كبيات من المياه هنا بقى هعمل ايه انا بزود الشربة بدل ما بزود مرأي الدجاج انا بزود الشربة اللي انتوا شايفينها دي شربة مواسير اللي في الفريزر في الكبيات ودي شربة فراخ بصوا وحقول لكم دلوقتي هشرح لكم انا بعمل ايه في دي وبعمل ايه في دي زي ما وردتكم الشربة في الفريزر في كبيات شربة عاملة شربة المواسير حطها في الكبيات اللي انتوا شفتوه كبيات البلاستيك ديه وهنا حطى شربة فراخ البلدي و لو جبت صدور بيضة او راك بيضة او كده بقسم الشربة بتاعتي انا ما بحبش احط مرأة الدجاج اللي هي بنجيبها من برا من السوبر ماركت ما بحبهاش الصراع لي بقى انا عندي الشربة بتاعتي الطبيعية الشربة اللي فيها كل البحاريز والفوايد والحيات دي كلها فانا بقى بقطع بالسكينة واكمل بيها هكمل على العدس منها بتخلي العدس حلو جدا بتخلي اي نوع طبيخ من الشرط العدس اي نوع طبيخ بتخليه رائع يعني الابعد الحدود ما ترموش اي حاجة احنا مش في توقيت نرمي في اي حاجة كل حاجة بتنفع وكل حاجة بتحطي في التلاجة بيبقى لها فرائدتها هنا بقى هعمل ايه اخدت بصوا اخدت قطعة كبيرة من دي شربة فراخ بلدي بلدي حر من بتاع السطوح بتاعنا بصوا اخدت كده منها قطعت حطيت الاول ثلاث كبيات مية ونزلت قولي بقى ايه القطعة دي ايمت كبيتين من الشربة تمام؟ هخطيها وحسيبها تاخد وتجي مع بعضها تعالوا بقى نحمص العيش وحناعمل كمان بدنجان مخلل هنا بقى العيش انتو عارفين حبيب اللي متابعيني عارفين ان انا بقشير العيش بتاعي مقطعه انصص كده علشان مهضرش منه خالص اقصه بالمقص كده بلاش بايديكي احنا مش بنسقل الفراخ احنا حناكل لازم نقدمه بطريقة كويسة وحسخن الزيت بتاعي واحطه فيه انا حطيت كده ايه اربعة انصص قطعت اربعة انصص حبيبي انا ممكن افكركم بس تشتركوا في القناة سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس الشتة جاي بقى والدراسة وحناعمل حاجات وحنبدع ان شاء الله مع بعض باذن الله انتو عارفين ان انا احب قوي الاكل بتاع الشتة والخضار والحاجات دي كلها بصوا هنا بقى بديله لون بس انا بديله لون علشان يبقى ناشف ومقرمش وجامل جدا طلعيه فاتح شوية لان انت لما بسيبه على جام بيغمق وطلعيه لما تيجي تطلعيه طلعيه اما على منادي الورق اما في المصفى بتاعتك عاجة هنا بقى البدنجان بصوا بقى البدنجان انا حقليه في الزيت مش هعمله بخلي الفغي يعني انا قصدي مش هعمله مش هسلقه انا حقليه في الزيت لما تيجي تفتحيه قبل ما تحطيه في الزيت افتحيه فاتحة صغيرة بلاش تفتحيه بالطول لو فتحتيه بالطول بيسوده بيغمقه بيبقى وحش لكن لما تفتحيه فاتحة صغيرة كده بيفضل محتفظ بلونه الابيض وانا حوريك دلوقتي بواف الزيت حاسبتلك ازاي هو لونه ابيض وجميل ومغمقش خالص لغاية ما حاجة احشي معاكو حتشوفي لونه عامل ازاي هنا بقى حطي في الزيت كده بعد ما حمصنا العيش حطي مكانه على طول البدنجان وغطيه غطيه لانه بيترتش انا هنا هحش هحشي البدنجان بايه هحشي بهارست الشطة بتاعتي هزود عليها توابل وملح بس هارست الشطة دي عملتها معاكو كانت مكسرة الدنيا فيها الطوم فيها البنجر فيها الشطة الحمرة فيها الفلفل الاحمر الحلو هسيبلك الرابط في صندوق الوصف هجيب كده الطبق بتاعي واخد بقى من هارست الشطة 3 اربع معالق كبار كده وهقولك خطيرة ريحتها جميلة يعني طحفة وفيها كل الفيتامينات فيها كل الفيتامينات هنا بقى هحط ايه هحط الملح بتاعي هحط شوية حلوين من الملح واللي تبقى معايا برجعه تاني على هارست الشطة هنا بقى احط كمون على قد ما تقدري البدنجان بيحب الكمون اهو هحط برضو معلقة صغيرة خالص من الكوزبرة النعمة وهعصر اللمونة اللي بقى كل الخلطة دي وبردو هارست الشطة فيها لمون وفيها بنجر وطوم فيها كل كل اللي يخطر على بالك هسيبلك الرابط قلبي كله 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 كده وتعالي بقى نجيب البدنجان بتاعنا ونحشين والريحة بتاعتها طحفة صراحة الريحة بتاعتها طحفة بس الاول تعالي اخد لقمة ناشفة من لنا اللي حمصتها معاك وكده وادوق الهارست الشطة رهيبة هنا بقى يلا نطلع البدنجان بتاعنا بس تبص الاول قلبه بص الاول قلبه ابيض ازاي لونه موف بجميل وقلبه ابيض زي الورد بصوا حلو حلو وقوي تعالوا بقى يلا وريكوا ايه العدس كمان اهو علشان حسيبه يبرد علشان بقى نعمله في الخلاط او الهند بلندر العدس بورهولك اهو بصوا جمال يلا حطفي بقى عليه واسيبه يبرد خالص وتعالوا نحشو البدنجان بتاعنا الفتحة اللي انت فتحتيها بكملي بقى عليها بالسكينة كده والمعلقة او السكينة والشوكة وابدقي بقى احشي البدنجان بس انا بوريكي قلبه بصوا ابيض زي البفتة البيضة زي الفل ابدقي بقى يلا كده كملي على الفتحة اللي انت فتحتيها له صغيرة وابدقي افتحيها للاخر ونبدأ ان احنا بقى ايه نحشي من الهاريسة اللي الطحفة ومريحة جنانجة وحاجيب بقى نص لمونة واعصر عليه واركنه على جنب وبعد ما يبرد تماما بقى بروح حطاه في علبة وحطاه في التلاجة وبيبقى جميل اوي بصوا لونه عامل ازاي حلو 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 رحته جميل تعالوا بس نقص الايه العناقيد بتاعته دي انا بسيبها فيها ليه بيحفظها لو انشي عاملة كمية بيحفظها بصوا اهو يلا بقى نركنه على جنب وتعالوا نشوف هنعمل ايه هنا بقى بقى بقيت التوم اللي انا كنت مقشرة للعدس انا فرامته علشان التقلية بتاعت العدس ادي بقيت التوم اهو فرامته في المطحنة بتاعت الخلاط عندي قرن شطة ناشف هورديكم دلوقتي انا بنشفه ازاي وهعمل لكم فيديو مخصوص ليه بصوا انا بنشفه على شباك المطبخ بخاف احطه في البلكونة حاجة تيجي كده ولا كده بحطه كده في فتلة هعمل لكم فيديو مخصوص ليه عشان تفهمه اكتر هنا بقى دي العدس اهو اتعملته في الخلاط وحطه على النار تعالوا بقى نقلوله هنا بقى العدس التقلية يعني سامنا بقى لدي ممكن برضه تستخدمي زيت او زبدة زي ما انت عاوزه او نص ونص براحتك هنزل بالطوم اللي انا فرامته وهحط عليه ايه بقى يا دوب بس اخده لفة كده لما تقل الملوخية ولا العس ما توطيش عن البتجاز على التقلية لأ خلي النار بتاعتك عادية خالص عالية مفيش مشكلة علشان الطوم يشيل معاك بسرعة ولما تيك التصشيه ما يبقاش كده ايه يعني سايد كده ما يعملش كده ما يديكيش المهرجان بتاعه كده هنا حطيت ربع معلقة من البابريكا ونص معلقة من الكزبرة النعمة وقرن شطة من الاحمر الناشف ممكن لو انت ما عندكيش الشطة الحمرة الناشفة دي ممكن عندك لو عندك منها بودر حط يدوب رشة كده مفيش مشكلة بس هو حلوده كده الصراحة بصوك جمال عامل ازاي معلش جالي تليفون وقفلت هنا بقى يلا تعالوا بقى نجيب العدس بتاعنا كده بصوا الجمال بصوا الحلاوة رائع 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 هحطوا بقى على العين دي وحنزل عليه بالتقلية بتاعته اهو جميع ده بصوا جريتني سمعتكو الطاشة بتاعتها هنا بقى يلا اجمل شوية اللي حينزله على الطاسة كده اجمل شوية اللي حينزله على الطاسة حطينا في الطاشة ايه الطوم ارنشطة من الاحمر الناشف وحطيت ربع معلقة من البابريكا ونص معلقة من الكزبرة النعمة او الكزبرة البودر واجمل حبة اللي انا بنزلهم بالمعلقة دول اجمل شوية في حالة العدس كلها وبالفة هنا وشيفة تعالوا بقى نحط التسقية بتاعتنا على العيش ونغري في الاطباق بتاعتنا ووريكم المخلل عندي مخلل كروم وعندي مخلل شطة ولمون انما ايه واو وكنت عاملة معاكو قبل كده وبرده هسيبلكوا الرابط بصوا الجمال بقى والحلمة والشقبة والحركات تعالوا نكمل الاطباق بتاعتنا قدي العيش الناشف وقدي مخلل الكرومب بالجزر واو طعمه تحفة تحفة وحلو جدا انا لما اكلت منه حلو جدا مع العدس وفتة العدس وطبعا قدي البدنجام بتاعنا تعالوا بقى يلا نحط هنا بقى طبعا دي شور بتاع عدس ما استخدمتش فيها ولا لسان عصفور ولا شعرية ولا رز ولا اي حاجة لا لان انا عايزة اسقي وفي نفس الوقت هي مسكة نفسها زي ما شفتم هي مش خفيفة سيطة لا هي مسكة نفسها جميلة يعني الحمد لله متوزنة لان ست البيت بتبقى عارفة هي بتعمل ايه بتبقى ايديها مقدار وعارفة هي بتحط ايه وبتعمل ايه بسقي بقى وحطي وكلي ودعيلي بقى تحفة 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 بصوا الجمال تحسوا كده لون جميل ريحة جميلة اكل نضيف عملا بايديكي لازم نعود ولادنا اللي كمان رايحين المدارس لازم نقويهم ونقوي منعتهم وان شاء الله الله يستركم ويعمر بيوتكم جميعا يا رب وما يكسفش اي اب قدام بيته يستر كل الابهات قدام ولادهم وقدام بيوتهم في الايام الصعبة وفي الغلق اللي احنا في ده ويا رب يقدرنا كلنا ان احنا نبقى كويسين قدام ولادنا وفي بيوتنا ان شاء الله رب العالمين اغريفي بقى زي ما انت عاوزة كده وكلي بالهنة والشفة ولم حبيبك وبعاتي طبق للجيران كده والله زمان وايام زمان وعدات زمان اللي كنت ربنا عليها واللي كانت جدتي الله يرحمهم ربيان عليها كنا لما نعمل حاجة مختلفة لازم عملنا عجينة كفتة رز تقول لي يلا روحي ودي حتة العجينة ديات لجارتنا كذا خدي طبق العدس دا ودي خدي طبق الفتة دا ودي كان لازم ان احنا ندوق وندوق غيرنا ناكل ونأكل غيرنا وبالفة هنا وشفة بصوا بقى الحاجات الحلوة يعني حاجة يعني حلوة بسيطة وفي نفس الوقت بتشبع وفي نفس الوقت ومغزية جدا ولما تبقى تلكتك عمرانة فيها كل المخللات والله لو عملت شوية فول بطماطن بطوم حتاكل مع حتة مخللة حتاكل وتشبعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس سلام عليكم اشتركوا في القناة